العفو عند القدرة التعامل مع زعيم المنافقين عبدالله بن أبي بن سلول رغم أن عبدالله بن أبي كان من أشد المنافقين ضررا على الإسلام وكان يحاول زرع الفتنة في المدينة إلا أن النبي لم يعاقبه بل صبر عليه وعندما توفي صلى عليه ودعا له رغم اعتراضي بعض الصحابة قصة ثمامة بن أثال ثمامة بن أثال كان من أعداء النبي وعندما أسره المسلمون عفى عنه النبي بعد أن أحسن إليه في الأسر ثمامة تأثر بمعاملة الرسول وأسلم لحقا وقال ما كان على وجه الأرض وجها أبغض إلي من وجهك فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي مع تحيات الأستاذ لطفي اتلات لي